خلينا قول مقدمة طيب خلينا قول مقدمة قول ما تريني يا كائن اذا اطبطب على من يعز على قرض يا الله حي يا بودن الله يحييك من يوم شعش عشبالك يا حبيبي والله يا هتدوش الشعور الجميل اني آخر مرة شاركت في القناة كنت انصحك وابو قوة في وان بيس والحين انا شبيح والحين صدر جيت وصرت جبيح قبعت اي سلوفي هناك وين يد لوفي قصة سعيد والله ضمامة كل حزب الونابس والله نشكرك صراحة اولا وانا كنت مقتنع بس الجلسة معاك برضو ايش عطتني وسعتلي افاق رؤيتي تجاه وان بيس الحمد لله لو غيرت واحد بالمية بكون راضي والله غيرت اكثر من واحد بالمية احب اقول لك تفتكر انك مرة قلتلي على سالفة انه تمطيط ما تمطيط ولوفي يجلس ثلاث حلقات على ظهر ثور هذه ما نسيتها جلست انتظر متى يطلع لوفي على ظهر الثور ذا بثلاث حلقات اخرج يطلع في ديرس روزا الثور هذا قسم الله ترضى بكنا ديرس روزا بالنسبة لي من اكثر الاركات اللي نحبها فالتمطيط اللي جاه في الانيمي اقص بالله ضيقني يعني قلل من حب الناس لهذا الارك سببه كان التمطيط بينما لو تجي للأحداث والفلاش باكات والقتالات اللي جت هناك ديرس روزا يعتبر من التوب ثي بدون مبالغة استهبل رائع ديرس روزا فحرام والله والله يشوف انا يشوف انه كل اارك له حصة من التمطيط بس ديرس روزا اخذ حبتين بزيادة والهول كيك يعني ذاك الارك كله اسمه كذا تمطيط لا بس ديرس روزا 124 حلقة ضخم هذا انيمي كامل من بداية لنهايتي 124 حلقة والله اني ما حسيت فيه اوكي انا فاكر التمطيط استشعرت التمطيط فعلا بس كان مش كان يش فعله يعني فيه احداث حلوة قاعدة تصير كان فيه اكثر من احداث قاعدة تصير عندك دفلمينغو والحوس اللي قاعد يسويها جون ديسان والفلاش باكات تبعه والمعارك اللي قاعد يسويها والاقزام هذوليك الصغار ولوفي من هناك وسابه من هناك فكان فيه توزيع حلول الىحداث وبرضه كان فيه تمطيط فيه كلمة جيد فيه كلمة حلوة قلتها اللي هو استشعار التمطيط انا مؤمن ان كل الاعمال في العالم فيها جانب تمطيطي شوي على اساس يمشي مجرية القصة ولكن هنا يجيك فن الاستوديو وفن الكاتب كيف ان انت كمشاهد من كثر حماسك واثارك ما تلاحظ وجود هذا التمطيط ما تلاحظ وجود هذه الامور ترى لو ترجع الارك المارين فورت الان لو اناقش كعلا الارك المارين فورت بتكون الحبيب ما فيه اي تمطيط بالعكس اارك بيرفكت بينما لو تراجعه في الاربعينات اتتوقع اارك المارين فورت بينما لو تراجعه بتكتشف فيه امور مثلا زي لحظات باقي زي لحظات معينة كان فيها زيادة اكثر من لازم بينما انت بسبب الحماس والاثارة من الاحداث نسيت ذا الجانب كليا فدرس روزا لا للأسف فيه جانب حماسي بس التمطيط اكل اكل كثير اكل اكثر من اللازم يعني لو انه مقلل شوي في الهول كيك هو الارك الوحيد اللي فعلا بغيت اكسره الكيبورت مر ممل كاتاكوري ولوفي جلس ويتضاربوا كم خمسة عشر حلقة اتوقف يا هذا خلاص خلاص رحموني في فد انتشر اللي فتكتك وانا بغيت اكسرهم الكيبورت كاتاكوري يجي لوفي بيضربه طاق تخلص الحلقة ويرجع تبدأ الحلقة الجديدة مش على كاتاكوري ولوفي لا يرجع وكمل هنا هول كيكي شف ارك ارك اللي هو ارك البيج موم او الهول كيك انا كنت تابعة في المانغا اسبوعيا وكنت موجود في السوشال ميديا اقرأ لنقاشات الناس وقتها ما كنت يعني ما كنت اغرأ بس كنت اقرأ كلام الناس في ذاك الوقت كنت كانت هي اسوأ لحظات وان بيس في المبالغة اسوأ لحظات وان بيس في المانغا وفي الانيمي كلها يعني حتى في المانغا نفس الوضع كان مستفز ايه ايه كان ممل الارك كان ممل خاصة اننا طلعنا من ارك زو وكشف حقائق واشياء ارك دوريوس روز اللي كان فيه قتالات والجير فورث فلاش باكات فدخلنا في ارك البيج موم كان حرفيا احدى الاشياء اللي كنت افكر بانه بالنفس هل ممكن تكون هذه نهاية وان بيس الناس ما كانت تتكلم في السوشال ميديا حرفيا الناس ما كانت تتكلم الناس ما تناقش الموضوع توفي توفي صاروا ما يتناقشون اللي اذا طلع كاتكوري فقط باقي الامور كانت جدا الناس بدأت تشكك في اليونوكو اذكر يعني اللي لاحظ اللي عاش ذيك الايام كانت اسوأ ايام في عالم ممبيس فلهذا ارك وانو تلقى المتابعين اللي لهم فترة طويلة يحبون ارك وانو لدرجة الجنون ليش؟ لانهم عاشوا ايام سهودة في ارك البيج موم عارفيا عشنا ايام سهودة كنا يعني يجي فصل كامل من بداية النهايته ما فيه اي حدث سهلف سهلفتين وخلاص يعني وقته لو انا مشهور ممكن ما نزل انطباع لكل فصل ممكن اجمع ثلاث فصول اربع فصول واتقدم انطباع واحد طيب ما كان فيه عوايق ما كان فيه شيء في حالات اودة شيء خربطة حوسة سببته بديل مطبه الغبذة ما اذكر هو كانت فيه اذكر مشاكل في ارك درسوزة بس ارك بيقمام لا ما اذكرت فيه كانت مشاكل وانا محمد النعام يقلي قصة بس ما انا قادر افتكرها انه فيه صارت حوسة الاودة وتورط كذا وقدم البيقمام مفروض ما يقدم البيقمام الحين ما انا قادر افتكر صراحة هو تقديم ارك البيقمام واضح انه كان تجهيز للطاقم في ال في ارك وانو ايه لان موضوع البدلة اللي اخذها سانجي موضوع انجمبي يجينا يساعدنا في ذا الارك موضوع لوف يتعلم على رؤية المستقبل وكما انت حالف كايدو بيقمام بلا 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 ايوه هذي يعني تحسن ارك البيقمام هو جزء من ارك وانو مش مش ارك مستقل بس ناخذ اطول من حجمه بس انه خفف مكانة اليونيكو عندنا كمشاهدين مش تليونيكو الملطشة اعرفت لو في دخل الوطع على رقباتها ومشي بس بس والله بيني وبينك يا محمد يعني قاعد قاعد افكر جديا ترى جديا مو جديا يعني انا اتخذت قرار اني بعيد متابعة وانبيس متابعة واحدة ما تكفي انا قلتها والله في اكثر من مرة بس بقولها قدامك برضو لا وانبيس ما هو شيء تتابع مرة واحدة صراحة اذا انت تبت اذا انت تبت استوعب العمل مصبوط بس تبغى تتابع المجرد المتابعة اوكي اذا تبت استوعب العمل تبت استوعب التفاصيل القصة الربط متابعة ثانية لازم والله ما بالغ يجيب بس انا تابعت وانبيس سبع مرات وإلى يومك هذا فيه اشياء تفوت عليه سبع مرات ايه والله سبع مرات استراني متابعة من 2012 بلس اني كنت في فترة من الفترات يعني فترة جاتني عاطل على العمل فجأة كنت دوام خفيف فجأة كنت على باب تخرج من الجامعة فدوامي كان خفيف فكانت عندي اوقات فراغ كثيرة ووقتها بالامانة كنت ادور عن الميات مالقة خلصنا روت وخلصت هنتر خلصت عمال كثيرة ايه فكنت ارجع اني اعيد وانبيس اعيد وانبيس والامانة لا اخفيك اني كل مرة عيد وانبيس كنت استمتع اكثر والله ما ادري هو حب او هوس بس انا كنت استمتع ليش لانه صدق في كل مرة عيدة اضحك والله رغم اني اتذكر ذبا ايوه بس برضو كمان بالضبط وترجع تبني هذه النقطة مع هذه النقطة مع هذه النقطة مع نقطة طلعت حالية ويبدأ في عقلك تسعب انه فيه نقطة ممكن تصير مستقبلا ترى هذا احد الاشياء اللي خلتني ادخل العالم السوشي الميديا بكل امانة اللي هو وانبيس من اخير وانبيس ابغى تناقش ابغى تكلم ابغى اعطي ارائي اذكر اول تغريدة ليه كانت نقاشية كانت توقع سنة 2013 أو 2014 تكلمت على اني مؤمن ان لوتشي رح يرجع مع السيبي زيرو كذا بالحرف كاتبها تغريدة في تويتر من سنة 2013 أو 2014 قبل لا يطلع مننا مع السيبي زيرو كانت تتوقع بداية ارك دروس روزا كنت مؤمن ان لوتشي مش شخصية كذا تنتي وخلاص معدي براجعة يعني زي الان لو اناقشك ويقولك هل كروكودايل رح يرجع انت كمشاهد تقول مية بالمية رح يرجع كروكودايل مستحيل انر هل رح يرجع انت كمشاهد تؤمن وان الكاتب وضح لك فلاشباك مبادئ وشخصيته وكيف انه تركيزه فقط على حكومة العالم وكمالكلب الله يكلم قعد حكومة العالم خلاني اقوم ان هذه الشخصية رح ترجع كنت اقول مستحيل لوتشي انتي مستحيل لوتشي لوتشي مية بالمية رح يرجع رح يرجع مع السيبي زيرو بعدها فتر صدر مع السيبي زيرو ما كنت متوقع انه بيرجع لانه كذا التصور اللي تبنالي يعني على الاقل يعني امام يعني في وقتها انه خلاص اللي يهزمه لوفي يتقرش كروكودايل انا ما كنت متوقع انه يرجع لبعدين لما بديت افهم قيمته وجوده في القصة بعدين عندك لما جاء السيبي زيرو انا قلت سيبي زيرو ناين قلت خلاص هذه نهايتهم يعني انتهى هذاك زوره لطشو هذاك لوفي لطشو هذهك قصمة ظهر ونصين روبين بعد بيرجع واتفاجئ ولا ترجع هل هذا يعتبر حرق يا محمد مانجا اللي هو عودة لوتشي ولا ظهرت في الانيمي لا ظهرت في الانيمي من زمان وظهرت في احدى الافلام من زمان ظهرة رجعت لوتشي احنا الى الان ما سولفنا في شي حرق صح ايه ما سولفنا في المانجا حتى الان حول فلوتشي لا لوتشي انا كنت تتوقع انه بيرجع الحالة حتى اصلا اذكر في ذاك الارك كان امبين لك فارق القوة بيال لوتشي واللي حوالينا فكت اقول لوتشي مميز عن اللي حوالينا ما ينفع لوتشي يقن محهم لوتشي لازم يروح يكمل الحالة فكت مؤمن ان لوتشي رح يكون مع السيبي زره كشخص يعني الحالة لكنه مش من القادة فهمت فا بس هو لايق عليه طلع فوانه طلع فوانه ايه طلع فوانه هو كان يكلم ايه في الانيمي ايه في الانيمي انا ما ودي نحرق الناس بالغلط يرجعوا يمصخرون طيب محمد انا مجهز لك مجموعة اجندة الله يصدر الناس خايفين من كلمة اجندة ترى اجندة يا جماعة اجندة في الاجتماعات يعني نقاط محاور الناس يروحوا عند اجندة اجندة هوليوود نتفليكس الله يكفينا شر ذا الاجندة وبالعكس نحرق ان يعني نحفز الناس انتبهوا من بعض الاجندة نعم ولا تستسلموا لها ومهما حتى لو كانت في ونبيس حتى لو كانت في ونبيس انكروها نعم بالذات اذا كانت تستهدف الاطفال ببط انا سمي تستهدف اي شي اطفال او اي شي راح ننكر اي شي لو اطفال كبار صغار اي دونكيح وكله حينكر بس نتكلم بالذات اي شي في اطفال انا يا رجل سويت فيديو كامل هلل على نتفليكس في اليوتيوب بسبب انهم بدوا يشطعوا على الطفال شوي حيوانات ولا نندم على هذا الكلام وراح ينزل في المنتاج طيب محمد اول شي اش رايك في التريلر انا شفت لك الرياكشن بس ابغى اباك تقول الكلام ذا او اذا في وجهات نظر ثاني تناقش اش رايك في التريلر تابع مسلسل ونبيس الحي شف انا قلتها انا يوم دخلت تابع التريلر الامانة كانت نسبة حماسي صفر الامانة صفر بالمية يب انا ما اجامل ابدا ولكن جاني بصيص امل بسيط جدا بسيط جدا جدا من ناحية اللي هو الاخراج اللي هو مثلا المناظر الطبيعية سينماتوغرافي ايوة الاشياء البسيطة جدا بس اذا بنتكلم من ناحية الشخصيات او الممثلين نفسهم اشوف ان اللي صار اكبر غلط صراحة ليش انا كمتابعين للانيمي حبنا ديون بيست في الطاقم وفي الشخصيات نفسها صح فالدور الرئيسي في حمل العمل مبني على الشخصيات نفسها وعلى جو الطاقم نفسه وعلى جو الشخصيات اشوف فيه شخصيات او ممثلين كأنما هو مش عارف وش الشخصية اللي هو قاعد يمثلها تحسنه مش متابع للانيمي مش متابع للعمل مش قاري سكريبت صح ما يدري من هو لوفي لاني شف انا يقولها مش حبا في لوفي بس معي احترامي انا في وجهة نظري لوفي هو احد اساسيات نجاح وانبيس كاركتره شخصيته شخصية تحبها كذا تحب لغباءها تحب لاندفاعها تحب لشجاعتها تحبها ل شخصية لوفي شخصية محلوة كل شيء في لوفي حلو وفي حاجة برضو في حاجة مهمة جدا ترى عساسي نرجع نكمل كلامك انت قلت نقطة مرة حلوة ترى انه اذا انت بتقدم دور شخصية لازم تكون عارفها وعلى اقل متابعها او فاهم كل شيء عنها المعلومة دي تصير في افلام البيوغرافي والافلام الديكومنتري والافلام اللي تكون لشخصيات معينة اذا جيتك انا محمد قلتلك بكرة بنسوي فيلم لشخصية مثلا شخصية تاريخية وانه باقي تكون انت بطل الفيلم هذا تمام اوتوماتيك فريق العداد اش اسمه صناع الفيلم ياخذوك يوروك افلام وثائقيات حساس تاخذ شوف الشخصية ذي اللي انت بتمثلها كيف تصرفاتها كيف لهجتها كيف كلامها كيف وكيف وكيف علشان تقدر تمثلها مو معنات انت ممثل بس يلا روح مثل لا تابع اعرف علشان تقدر تمثل الشخصية بنفس الشي فانا لما شوفت لوفي في التريلر ياخذو مو لوفي حقنا البعض يقولك لا تقانن في الانيمي انا ما قارنت في الانيمي انا اقارن اساس شخصية لوفي الحين لوفي بالضبط ما له علاقة لوفي بالضبط بعيدة عن مسلسل بعيدة عن الانيمي بعيدة عن المانقة بعيدة من هو لوفي ويش شخصية لوفي ويش كاركتر لوفي هنا السؤال اللي مفروض تسأله أنت كيف راح تطبق شخصية لوفي كيف راح تمثل شخصية لوفي هل أنت تعرف لوفي ولا لا هنا السؤال يعني أنت زي ما قلت بالضبط أنا إذا جيت أبغاك تمثل شخصية معينة لازم أوضح لكوش الشخصية كيف كانت تعيش الشخصية بالضبط بالضبط على الأستاذ أنت تعرف الرجل هذا لا دخل علامها هو ترى مش سكريب تحفظه وتمشي يعني الحين ليش ببعض الممثلين يأخذون الأسكار ويصير أفضل ممثل أو غيره ليش لأنه تقمس الكاركتر لدرجة خلتك تشكي إذا هذا الكاركتر هو واقع أو إلا إيش يعني شخصية مثلا ناخد مثال ليناردو ديكابريو ياما جته مشاهد زين يعني أذكر أقرم مشهد أنه يوم يصفق الطاولة تذكر ناسي اسم الفيلم وجرحت فيه يده The Depart لا مو بذي ديبارتر لا مم مو بذي ديبارتر واحد ثاني صفك فيه الطاولة هاا مكسرت في يده هي The Depart ماذا ذكرنا ذي ديبارتر حقه مارتن سكورسيزي اللي كان محقق فيه شرطي عموما إن جرحت يده فمن تقمسوا للجر ما أقال وقت كمل آه لا 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 جانغو جانغو أي جانغو أوكي لأنه برضو في يد ديبارتر تصقع الطاولة ونكسرت انكسرت كاسة في يد واحد عفون أسلم فراسة واحد أي هذا يوم كسارة في وجه لا يوم كان لا لا فأول هو كمل هو كمل تقمصه الشخصية ما قالوا ستوب ورجع لواقع تكمل تقمص الشخصية ومسك المنديل ومسح الدم وأكشن وكمل لأن في عقله الباطن هو متقمص الشخصية خلاص أنا جوة الشخصية دخلت خلاص فيها لقطة له من فيلم شو اسمه كاتش مي اف يو كان جابونها لقطة قبل لا يبدون المشهد يجبون له كليناردو واقف دقيقتين ثلاث دقائق موقف اللين يسمع من المخرج يعني ابدو المشهد لا ما هو كاتش مي فيو كان اللي هو دوولفوفوالستريت دوولفوفو أيوة بس هذا هو عرفت المشهد مشهور له أي واقف كلين أول ماذا حرفيا بدأ مش كنا ليناردو لا كنا الشخصية بالضبط هذا هو التقمص أنت ما تطلع لنا كأنت يعني أنا الحين خنقول مثل شخصية لوفي أنا ما أطلع كمحمد أودن أنا أطلع كالوفي يعني إذا أنا محمد أودن مثلا شخص عصبي ولوفي شخصية باردة لازم أطلع كشخصية باردة لازم أتقمص هذا الكاركتر بالضبط هذاك لا أعدم أعدم لوفي إعدام مش لوفي أبدا كده في لقطة له في التريلر استفزتني خلتني أقول هذا مو لوفي قاعد يمسك كده على على السفينة ميلي يا أخي لوفي ما يسوي ذي الحركات يا أخي بالضبط لوفي قاعد يتمسك لي ويطالع في السفينة لا لا يعني شف لوفي من الأخير أبدا تذكر يوم نامي مرضت شو كان يسوي لوفي كان يربط أذانه ويربط مدري إيش ويجيب لها لحم وأكل يلا خلو كل أخنا ونامي بتموت من المرض لوفي مش عاطفي ما جاوا مسكراس نامي وقال لي حبيبتي حرام بسم اللعب لوفي مش كده لوفي مش حنون لوفي يوم خربت سفينته اللي هو قونج ميري ما أعطاك وضعية اللي قونج ميري حرام ومدري إيش لا تعامل معها عادي هو لوفي كده إنسان يعني غبي شخصية غبية ما يعرف تعبر عن مشاعر ما تجيب ليه بالمشهد الحني ذا وأن أوه أنا أحب لا لا مش هذه شخصية لوفي أبدا إن شاء الله إن شاء الله نقول إنه التريلر هذا يعني كده يعطينا تصور نايم وممكن يطلع المسلسل حاجة أفضل أنا ما أتوقع شي عشرة على عشرة بس نبغى حاجة كويسة عارف يعني نقول يا الله كويس أنا شي مقبول أي ما نطمح لأكثر من مقبول أوه دا قال كلمة قال إن هذه هي فرصة الأخيرة للعالمية لنشر وون بيس للعالمية أنا أخايف أنا أخايف ليش وون بيس وصل للعالمية وخلص والله أنا أتفق معك صراحة ترى من جيد نتفكر فيها ترى حرفيا وون بيس وصل للعالمية حرفيا حتى لو في شخص ما يعرف وون بيس بس وري صورة لوف يقول لك أعرف غريب قد مر عليه إلا ما يكون يعرف يعني أذكر فيها جريدة وش اسمها اللي في أمريكا أشهر جريدة والله يوم وصل وون بيس في الشابتر أو الف حلقة أحطوه في الغلاف الرسمي أو في صفحة الجريدة وفي تايم سكوير حطينه في الشاشات يحتفلون له وما أتوقع أنها فكرة فلوس أودى شبعان أودى شبعان لا ترى أودى راتبها جنوني مقارن بلقي لا ثروته ثروته 200 مليون ومدركة مين موضوع هو أذكر ثروته أو راتبه لو تجمع الثلاثة اللي تحته هو أكثر منهم فالرجل في مستوى ثاني من ناحية الفلوس ولكن النقطة اللي قلتك إياها أني أنا تتوش مشكلتي أنا خايف أن أودى تعرف اللي فكرة أن هذه آخر فرصة لي رح أحاول أقبل أي شيء فهمت؟ يعني تنازل لأجل أنها آخر فرصة له فهمت؟ أني هذين تفليك شركة عالمية عندها ميزانية ضخمة فتنازل نوعا ما لأجل هذا الموضوع أنا هذا اللي خافي منه يعني كنت أتمنى من أودى أنه إذا أنت مش راضي من اللي رح يقدمونه مش شرط تسوي مسلسل واقع عن ون بيس ناروتو ما سوا أعطيهم فيلر على قلين أعطيهم أشياء بسيطة أعطيهم أشياء بسيطة بس لست أعطيهم بالزبد حرار أعطاهم القصة الحقيقية خلاص حرفيا نخش على ون بيس يعني ون بيس المسلسل ترى يعتبر جزء رئيس من ون بيس أنت ما تقدر تجهد خلاص هي خلاص في إشراف إتش رودا ما تقدر تقول مثلا شيء جاني وبمباركته وبمباركته طيب قبل ما نقفل على الموضوع المسلسل كيف شفت خلي الأداء على جمب كيف شفت اختيار الممثلين قلتك أنا الممثلين الأمانة ما نحسبني لا لا مش الأداء شكلا شكلا يعني زي أوسوب أنا مرة كيفني صراحة يشبه أوسوب بس ناقص تحط له خشم طويل يطلع أوسوب لا ترى على الفكرة حبيت أن ما أحطوه خشم طويل لا لا أكبر حسيت أنه بتصير كرينجي لا لا حتى حتى سانجي حواجبوا ما أخلوها لو حطوا حواجب سانجي ترى الموضوع بيصير غريب بيصير غريب نوعا ما في النهاية ما تقدر قارن أمي مسلسل بس زي ما قلتك أنا أشوف ملامح وجه شخصية نامي أشوفها مرة بيرفكت لأن نامي في بداية مسلسل كنا نشوفها كشخصية شريرة قدرت فينا قلبت علينا فشوف شخصية نامي أعجبتني كشخصية يوسوب أعجبني من باقي صراحة سانجي أشوفها عادي لوفي أبد ما نسبني يزوره أبد ما نسبني يعني رسمة وجهه كذا وملامح أشوف أنه يعني يخدم الدور شوي لأنه صعب تجيب حاجة تشبه لوفي مية في المية بدأت أنه لوفي عيونهم دائرية بالضبط لو تلاحب عيون في الشخصيات فونبيس في عيون دائرية بالضبط وفي عيون اللي زي عيون اس سابوا عيونه دائرية لوفي عيونه دائرية صعب تجيب حاجة كذا قريبة بس يمشي الحال زوره كويس عجبني وبالذات أنه مجابوا ممثل آسيوي لا أنا زوره أعتره ما نسبني أبد زوره أبد ما نسبني شخصيته عشانه مجابوا شيء آسيوي إلا قصدك يجيبوا شيء ثاني لا أتمنيت أنه مجيبون شيء ثاني ما أدري ليش بس أنا أمشي على بناء على رسمة الوجه بلانة الوجه ما تقبلت هذا أشوف شخص هذا بدون مبالغ هذا تدي ممكن أذب على لاو شاء وجهه جدي أكثر من لازم ترى زوره قبل سنتين ما كان جدي جدا بس التريلر كان أقتبس الجزئية اللي هي بدايات ظهور زوره لما كان متعلق وكذا كان شوية منف بس جابوا له مشاهد بعدها نفس الكركتر نفس التنفيسة صح ما بيزوره يكون شخصية نفسية الله مشكلة مشكلة فعلا لو أنه الكلام اللي أنت قلته يطلع صاح أنهم جوا يمثلوا وما يعرفون إيش قاعدين يمثلوا هذه مصيبة يرجى سألهم أنا أفضل الشخصيات عندكم في عالم ممبيس استغربت من الإجابات قاعدوا ساعة يتفكرون بعدين قاعدوا قد يقولون هذا يقول شوبر وهذا يقول باقي عرفت يعني واضح أنهم قاعد يقولون الشخصيات اللي موجودة في المسلسل كأنهم ما يعرفون شخصيات الباقية عرفت استغربت والله عمو خلينا تمسك كده بشوية التفاؤل لعل الله يزينها طيب محمد قبل ما نخوش على أسئلة على أسئلة ونبيس أبس أولف معاك كده أسئلة عاما سريعة عن الأشياء اللي أنا تابعتها أوكي وأبس أشوف رأيك فيها وبعدين منخوش على شوية أسئلة من ونبيس وبعدين منخوش على المانغا وإن شاء الله أنه يسعفنا الوقت لأنه سليف معاك صراحة ممتع يا محمد يا حبيب أبرك السعات شعور متبادل حبيب قلبي بس وخر لي أكاينو شوية لا خلي هذا مقدر هذول الثنين مقدرة واللي فوق هناك كايدو حبيبي هذه واحدة الكايدو وهذه واحدة لكله هناك بس أكاينو لا بس بكل أمانة ترى التوب النسبة لي تفضيل هذا لو في الأول الثاني كايدو هذا الثالث أكاينو رغم أن عندي ثاني كايدو بس أنا فضل هذا هذا اللي جيبته من اليابان كلهم جيبهم اليابان بس هذا سبيشل هذا فيه تفاصيل مرعبة هذا مرة أنا أحبه والله نايس طيب محمد أنا تابعت أنيميات كثيرة من بعدهم بيس مش كثيرة يعني بمعنى كثيرة بس يعني دعست شوية والله جميل فأبا أنت متابع بوكو نوهيرو إيه أنيمي مانقا ولا أنيمي أنيمي فقط أنيمي فقط طينا دوبني خلصت بوكو نوهيرو أمس وجاء صياح وياز جاء صياح جاء الدموع ولحظات أمس سم السادس عالمي فكيف الأنيمي معاك سولي في اللي عن تجربتك مع الأنيمي بوكو نوهيرو كنت إحدى الأعمال اللي أشوفها من الأعمال أشوف أنا عندي تصنيف للأعمال عرفت؟ يعني إذا حطيت عمل في تصنيف وعمل في تصنيف ما حبقاننا في بعض فكنت أصنف بوكو نوهيرو في الأعمال المتوسطة اللي تتابع وتستمتع فيه بس لا تتوقع أنك رح تشوف أشياء تشيبش عن راسك لها لين جاءت لحظة الموسم السادس موسم السادس أشوف أن بوكو نوهيرو أرتقى في المستوى صراحة غير اللعبة أي غير اللعبة أرتقى بنفسه لأن الموسم السادس مستحيل كيف أنه بدأ يربط شخصيات بعض يعني بدأ يصنع يعني دراما مؤثرة جدا بدأ يصنع تغييرات في الشخصية مؤثرة جدا عليك كمشاهد فالموسم السادس كان عبارة عن حبس أنفاس كنت يعني وأنا تابع الحلقة يدوبك أقدر تنفس من قوة الإثار والحماسة اللي يقدملك إياها فهو قاعد يبني على راحته وفي النهاية يقدم لنا الأمانة بالنسبة لي أرك اللي قدم لنا في الموسم السادس مستحيل أنسا مستحيل ممتع بكل مقاييس فبكني هيرو حتى تطور الشخصيات بدأت تبان ثمرته في الموسم السادس بالضبط تغيره بأقرى مثال ديكو أنا عندي مشكلة مع الناس أنهم لا زالوا يقولون أنه كيف ديكو أنه يبغى ينقذ يبغى ينقذ المسلسل عن سوبر هيرو عن رجل ينقذ الأب يعني ينقذ وظيفته وهم الأول أن ينقذ الناس ويساعد ينقذ الناس ويهزم الأشرار فكيف ما تبغى ديكو ينقذ الناس ويعني شو تبغى ديكو مثل يلتفتين كم واحد في الشارع لا فديكو هو مثله مثل أي سوبر هيرو ثاني في أي مكان في العالم باتمان سبايدر مان سوبر مان وكمان هذه الصفة بالتحديد اللي في ميدوريا الصفة هذه بالتحديد هي السبب اللي خلت أول مايت أصلاً يورث القوة بضل أنه فعلاً يمثل رمز العدالة الغير مزيفة حتى هذاك ستاين 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 صح ستاين اللي هو صائد ربطال كان يشوف السوبر هيرو الوحيد الحقيقي أول مايت صح البقية ذوليك كلهم مزيفين صح فهذه الصفات بشكل عام الصفات اللي عندك وعند ميدوريا هي الصفات فعلاً للسوبر هيرو الحقيقي اللي مستعد يسوي أي شيء علشان يحقق العدالة ويقدم دوره كبطل خالق وكمنقد للبشرية أشوف إذا تبغى تشوف الواقع اللي قاعدة تكلم عنه على أساس السوبر هيرو أنصحكم كتابهم وسلسل The Boys متابعاً تم سلسل The Boys أول ما شفت أول ما شفت بوك أنهيرو فتكرت The Boys وجاء على بالي قلت أول مايت هذا بيكون زي هذاك يسمو هوملاندر لا 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 يكرم أول مايت الأساس The Boys قاعد يوريك الجانب اللي بكنه هيرو يبغى يبين لكن دكه مش منه لو جانب أن الشخص يستغل كونه بطل فقط يستغل أنه ليش أنا بطل أنا سوي اللي أبغى أنا أعلى مستوى من البقية لا ودكه ما يحب يمثل هذا الجانب فدكه يمثل الجانب الواقع والحقيقي من الشخص البطل والسوفر هيرو فلا تتوقع أنك بتشوف أي شي إذا أنت كمشاهد ما تناسبك هذا الأشياء أقول جاء نظرك بس هذا الأساس اللي لازم يبشي عليه هذا تصنيفه هذا شخصيته هذا هدفه هذا حلمه في النهاية في بداية المسلسل قالك أن هذه قصتي حتى أصبح أعظم بطل الله فكيف راح يصبح أعظم بطل بقتل الأبرياء مش منطقي بضب أنت ما راح تقول ليك بطل ونتكلم عن واحد بعد أول مايت فإذا ما وصل لعظمة أول مايت بيوصل لأبعد منه وإذا وصل لأبعد منه معناته بيكون حقق أشياء أعظم من اللي حققها أول مايت أنا شوف أن راح يتفوق على أول مايت هو هذا اللي قاعدين يلمعه له أصلا ترى هو التاسع هو اللي بيكون عنده القوة العظمى هو اللي وصلت له القوة مسقولة جاهزة خلاص معادي بيزبط المظلم لا هو اللي بينهي سلسلة الكراهية بين أول فور ون أخو عرفت هو اللي بينهي أول فور ون في وجهة نظري أكيد ما فيها كلام طيب أي شخصياتك مفضلة في بوكو نهيرو بتنصدم بس بقولك انديفار انديفار حتى بعد معرفتك بقلة الحياة اللي سواها في عياله وعيلته هذا اللي أنا خلاني أحب هذه الشخصية كيف أنه اعترف في غلطة اعترف في الأشياء اللي سواها حاول حتى الناس انبذعوها الناس اكرهوه وعذلك ناضل وناضل اللي يعني لأذكر الموسم الرابع الحلقة الأخيرة الناس كلها قاعد تصارخ عليه والناس كلها ضده ومع ذلك تقاتل ضد نوم والآخر رمق رجال انسدح كان مغم عليه من التعب وقام وحاول 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 فرجل رائع عرفت الغلط مش لانك تغلط الغلط انك تستمر على الغلط انديفار اعترف بغلطة وقاعد يصح متى اعترف هي مش سالفة متى اعترف هو كان عنده هوس كان عنده هوس في المركز الأول مهوس 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 خلاص كيف حقق الهدف كيف اطلع على المركز الأول خلاص عيالي اربيهم على ذا الشي لو اني اعذبهم لو اني اطرشهم لو اني اشتتهم لو 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 اني اروح اتزوج بنت ما تحبني ولا احبها واستغل فقر عائلتها واحتياجهم للمكانة الاجتماعية واتزوج بس اطلع واحد يهزم اول مايت ويتفوق على اول مايت بعدين لما اول مايت انسحب من الصورة وصار هو المركز الأول هنا كانه كده فيه غشاوة مفكت من عينه حتى كان يروح يجلس مع اول مايت اش سويت مع عيالي انا اش سويت مع زوجتي بدأ يستوعب حتى لفها كان فيه لحظة مؤثرة والله اني استشعرتها بس من غضب وقتها ما علقت على الموضوع بس اللحظة مؤثرة لما شاف دابي ويعرف انه توية ايه يوم جان صدمة نفسية يقول قعد طول ترى قال كلمة جميلة وقتها تبينلك ان طول هذه السنوات كان فيه تصادمات قال لطالما طول هذه السنوات كنت تدورك ولازلت تدورك فمعنات الرجل ما فقد الامل في فقده لابنه معنات الرجل كان متحسس بس انه ما كان يبين هذا الجانب اندفر ترى كان فيه داخل الجانب طيب بس انه هوس المركز الأول دمر حتى انه من كثر الانهيار تراك راح فتراتي يكلم اول مايت يعني انا وش اسوي هذه اللحظات العاطفية عطتني لحظاتي يعني عطتني مشاعر انسانية كأنما هذا الشخص انسان حقيقي فخلتني صراحة اتعلق فيه كشخص وقد قلتها والله مش غلط انك تغلط غلط انك تستمر هذا الشخص قاعد يحاول يصحح كل غلاطة قاعد يقاتل ويناظل شكل مرعب قاعد قاعد يسوي كل شي حرفيا قاعد يسوي كل شي اللي سواه ضد نومه ومو بطبيعي دمر جسد بس عشان يحرق نومه وقال هوكس لا تيجي خلني الحالي وسوه وينفجره سوه شي خيالي والموسم الاخير يوم دمر يوم طيح ذاك العملاق عشان يكملون قتالهم والله قاعد يحاول يسوي كل شي فهذه بحد ذاتها ترتكي احترام لذلك الشخصية فلا أنا بالنسبة لي اندفار انا احبه اندفار شخصيتكم فضلة بيري نايس بيري نايس ودي سؤلف معاك صراحة عن شخصية برضه مثيرة للجدل اللي هو باكوغو لا انا احب باكوغو احب باكوغو مرة مش عيب انك تطمح مش عيب انك تتمنى تصير الأول مش عيب مش عيب انك تنافس صديقك مش عيب ابدا هذه هي الفكرة انا هذه مشكلتي انا ليش تكرم الناس باكوغو انا ما كنت فاهمه ترى من البداية يعني ما اتضحت لي يمكن من الموسم الثالث بديت افهم باكوغو باكوغو ترى طيب وحبيب وفيه خير ويحب يساعد الناس في البداية كنت اقول هذا مشروع فيلن هذا لو جاته فرصة يصير فيلن بيصير فيلن هو جاته فرصة يمسكونه ايه بس لا اتفل عليهم داخل اليوم ذاك بس ما شرع ما تستوعبت انه انه باكوغو طيب وحبيب وعسل وكل شي فيه لطيف يمكن في موسم الثالث وموسم الرابع وكتشفت انه هذي هي شخصية وكذا هو عبيط هو صائع هو مجنون مهبول لا اكثر ولا قلب وشفت التضحيات اللي سواها وراح اخذ الطلقات الضربة عن ميدوريا وراح اعتذر الميدوريا انكتمت انا حرفيا انكتمت يوم اعتذر اندوريا انا في البذك اليوم انكتمت انا مدري اصيح قدامهم ولا اموت قالوا لي قالوا للمتابعين قالوا لي قبل شوية ذي محمد اودن فطس فيها انا متى فطست انا فطست لما طلعت اراركا فوق وقالت شوفوه بمنظر والمتبهذل هذا وجابوا الكاميرا عليه وهو متبهذل انا ايه فطست فتطور الشخصيات تطور الشخصيات في الموسم السادس رائع اخي حرفيا غير بعده بطفال غير اللعبة بعده بطفال ايه خلاص نضج وصل المرحلة نضج وعلاقة الطلاب وعلاقتهم مع الريزر هيد ولي مليون والطفلة الصغيرة هذيك دخل لي مليون انا جتني كتمة ايضا بس قهروني خربوه يا اخي ليش لما حولوا كده جابوا انه يمسك الطاير ومدين نقز من مدروين او ضرب واحد جابوا كده كتفوا عرفت انه ايه ضرب واحد ايه انا بالعكس انا عرفت وانجنيت لاني انا في ذيك اللحظة مني مصدق عقلي مستحيل اللي شفتها صحية اكيد شي ثاني انا انا تمنيت تمنيت انها كده تزيني بس ماشي اما شفت طلع من تحت الارض دخلته حلوة استقعتها قهر خربوها يعني خراجيا كان بمكان موظفوها بطريقة زي الدراقون دايف صح زي الدراقون دايف كده بوف يظهر فجأة اخ اخ حلو طيب ننتقل انت كم من متى تابعته ووقت نزوله وكنه هنا ايه انا من الموسم الاول والثاني كنت تتابعه او نايس حلو طيب انا كميتسو تابعته اليين الموسم ما قبل الاخير الحلقات الاخيرة ذي والفيلم اللي نزلت قبل فترة لسه نتابعه من بكرة ان شاء الله بس بعيدة لني من اول بس كده من دون حرق يعني قل لي انطباعك عن الموسم الاخير عامل شغل ما ودي يقول انطباعي اه طيب خلينا نقول انه بمستوى الموسم ولا اعلى القديم انا اوكي براحة اقوله براحة انا بالنسبة لي هذا الموسم انا ما كنت نحبه انا متابع للمانجيا كيميتسو بس هذا الموسم انا من قبل ما كنت احبه وحتى ان ظهر بالانيمي ما اشوفه عادي صراحة لان كيميتسو نوييبة عودني على الصعود الصعود بالاحداث اشوف ان هذا الموسم ما كان الصعود المتوقع منه خاصة بعد ايه خاصة بعد الاحداث اللي راحت يعني خاصة بعد الموسم الاول الموسم الثاني انا اشوفه الموسم الثاني يا اخوان لا تنسون انه عبارة عن كم اربع عشر حلقة وخمس عشر حلقة اللي هو ترى ارك القطار رينجوكو بعدها ارك بعدها اخوان مشتوهم بعدها الاخوان ايوه ف انتخيل ان هذا هذا الحدثين التاريخية كانت في موسم واحد ف الليفل كان جدا 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 كان عالي فالموسم الثالث كان مفروض ينافس بس انا اشوفه صراحته اقل كمستوى اقل اقل حلو انا ما احتاج اعرف اكثر من كذا بس في النهاية كل واحد بيحكم بنفسه بس كنت بشوف وجهة نظرك لانه حتى امجوت تابعك ميتسو جالسة ترفع والله الموسم الاخيرة هذا قلت لا ترفعيلي ولا رفع انا اشوف بنفسي واحكم ترفعوا ولا تهبطوا في النايا بيشوف بنفسي واحكم جميل يعني زي افتكر في ون بيس ارك سكايبيا المتابعين كلهم قفل سكب يا شيخ اروح شوف مختصر لا اشوفه كامل واحكم بنفسي ومع ذلك شفتوا استمتعت فيه وانبسطتوا من اروح الاركات سكايبيا 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 من اروح الاركات فلاشباك نولند بحد ذاته عالمي اخ اخ وترى مهم ارك سكايبيا تاريخيا جدا جدا انا اصدق انك تشوف البودكاست تابعنا عبدالجليل بيعجبك عبدالجليل ما شاء الله نفسفص الارك بشكل مرة عجيب طيب انا ترى نفس الشي انا انا لازلت مؤمن وترى انكم ستين بالمئة سبعين بالمئة من نظرياتي دائما اربط فيها ارك سكايبيا الارض المجهولة لهذه الموجودة فوق ما وضعت عبث وجه للناس على ما وجد عبث يا سلام عليك فهذه فكرة عن ارك سكايبيا هو مفصلي تماما نولند لما راح يبلغ الملك الظالم بوجود جاية نفس اللحظة اللي جاب فيها موافقة من مريجو والملك الظالم قال مريجو اعطوني الضوال اخضر اني اروح استكشفها اسرقها اعيش فيها ارتفعت الجزيرة اش المصادفة العجيبة كانو فيه قوة معينة شالتها وحمتها حماية لها مش بالشرط انها دوامة دي او اش كان الاعصار ذاك اللي طلع على فوق رغم انه لا زال مستمر الى الحين ترى الاعصار هو الاعصار هو موسمي له كذا زي الدورة يقعد يمر من عنده اللي رقم مع لوفي رقم مع روجر بالضبط ايه اللي هو اعطوها حركة اليد هذا اللي على فوق طالعين ايه ايه طيب تابعت كوتكيس ايه تابعت كوتكيس حل استرى تابعتها من زمان مرة ما في مشكلة اعطيني انطباعك عنه بس بشوف حاجة كده بتأكد من شغلات مهمينة كوتكيس بالنسبة لي من اجمل الاعمال اللي انا شفتها كوتكيس بالنسبة لي اشوف ان انيمي كأنك تابع لعبة شطرنج عبارة عن ناس اذكية يتنافسون على من من المتصر شخص انا اللي يعجبني بشخصية للوش ان الغاية تبرر الوسيلة بعض المرات يستخدم امور استغلالية وحركات مال اداعي لاجل الوصول لغايته الغاية تبرر الوسيلة يا محمد هذه ترى ترى كلمة دكتاتورية اذا ما تعرف يعني مو نشتالفة دكتاتورية بس اه ابعطيك معلومة تعلمتها من شخص اسطوري اسمه لوفي ايوه زين يقول لا يوجد حوق بلا تضحيات هذه قالها فرابست ايه اذا كنت تبحث عن السلام يجب عليك التضحية هذا لو ماشي عليه ذا المبدأ مثلا كوزوكي اودن وضحى بالمئة الف سجين لعاش اتوانو بسلام طوال السنوات فهذا هو المبدأ الصحيح لازم تضحي لاجل سلامة الناس لا لا ما هو صحيح ما هو صحيح نفس اكاينو يوم يبيد الابرياء الغاية تبرر الوسيلة تخدم تخدم عدالة البحرية رفعل ايه الغاية تبرر الوسيلة هذه قالها كاتب اسمه ميكافيلي ممكن قيد مرة عليك الاسم قال في كتاب وكتب اسمه الامير واهدالي احد امراء اليونان اتوقع وقتها زمان الكلام ذا على اساس يعلمه كيف تبني الدولة كيف تقام الدولة وكان يقول له في الكتاب انه علشان تقيم الدولة معلش وخر الاخلاق شوية وخر الخير وخر الدين معلش هذا ملح هي حاجة كويسة اننا نخلي الاخلاق موجودة بس ما رح تمشي الامور الحياة للأسف مو كده فكان عنده نظرة تعيسة والدوية والكتاب هذا مين اللي طالعوا مين اللي قرأوا بعدين في المستقبل قرأوا هتلر قرأوا ستالين فالغاية تبرى الوسيلة اللي جاء من عيد في العالم ايه فالغاية تبرى الوسيلة كلمة ترى يعني عبارة ديكتاتورية قذرة جدا وما هي كويسة بس بعيدا عن هذا انت نظر الجانب السلبي طيب فيه ناس يستخدمون بطريقة كويسة عرفت يعني انا لازلت مؤمن ان اذا انا شخص ابحث عن حل لاجل سلام الشعوب وانا ادري ان من يحكم هذه الشعوب شخص يستخدم الطغيان ظالم بالضبط كيف انا اتعامل معه كيف انا انافسه كيف انا اجاكر قوته انا لازم استخدم امور خبيثة انا ممكن اضحي بالبعض ولكن ينجي الكل عرفت انت لازم تستخدم من مرات هذه الكروت يعني يعني هذه في اغلب الحروب تستخدم هذه الطرق عشان تنتصر في النهاية الاسطورة بايضا ما قلته منتصر هو من سيكتب التاريخ انت رح تكتب التاريخ انت الناجي وانت الشخص الصح حكومة العالم استخدمت امور قذرة وانجحت واستولت على العالم زين واكتبت انه هو الجانب الخير واستمر العالم على ان هذا المنظور نفس هذه الفكرة ولوفي تنرى متأكد ان رح يسوي اشياء مستقبلا زين بس عشان يحاول يسقط حكومة العالم اقرأ مثال بيدرو باي حق ضحى بنفسه عشانك اللوفي تنقل سانجي لا ايش تمسأت بيدرو للغاية الاسمة بالضبط فهذه الموضوع بس انه قاعد يقدم دوره في القصة لانه روجر قال له كل واحد رح يجي له دور وهو شاف وقتها انه هذا دوري بس هي الفكرة انه لازم توجد التضحيات لاجل تحقيق الغاية تضحية ايس باللوفي لانها امن باللوفي تضحية اللحية باللوفي لانه امن باللوفي اعدام روجر لنفسه لانه امن بالنبوء تقديم شانكس اللي يده هذه الامور كلها موجودة فنفس الشي طبقه للوشي اني انا لازم اضحي لازم اضحي لاجل انوصل غايتي نفس ما لوفي تم دفعه من ناس للوش قاعد يدفى نفسه لولوش اناني وكان قاعد ينفذ اهدافه مش علشان العيون اليابانين ولا العيون السلامي عم العالم العيون ايش ذكرني بشوف اذا انت فاكر او لا لا عشان انتقم من ابوه اللي قتل امه اناني اللعنة الغاية برا الوسيلة ترى لايق عليه فعلا انا ما اختلف معاك الغاية برا الوسيلة نعم هو نفذ الكلمة والمقولة ذي بحذافيرها عموما ما نختلف في ذكاؤه ما نختلف في ثبات مبادئه وتشيز حاجة نحترمها سواء في الاخيارة وفي الاشرار بس اوكي كمل انا قلت وجهة نظري انا بقى اقدر اقول بنفس المبدأ ان لوفي خلى يد شانكس تروح وخلى بدره يروح عشان يصير ملك القراصنة ايش هذا الطغيان يا لوفي لا 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 محمد لا 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 فعلهيش فدعت الطغي يا لوفي اطغي اوحش لا والله ما تيجي مرة ما تيجي بس عموما انا حبيت اكثر شي في كود قياس نهايته نهايته عظيمة ونهايته نهايته فعلا خلتني اغفر لجزئية انه الكلب ذا اللي يعتمد على الغاية تبرر الوسيلة والانانية والدناء فيه انه يموت وينتهي يا سلام كذا انا ارتب عد ترى اني اكره خوية ذاكره اللي اقتله بشكل سيزوكي مش سيزاكو ايه والله اني مني بواطنة كريه ما احد احبه ترى عد ترى انا ما احب ما احب انميات الميميك متشهدين رجال الاليين ما احب هذا بس كود قياس تقبلت لانه عالمي صراحة الميكا لانه عالمي صراحة نروح للي بعد يا محمد واللي هو فيلند ساقه انا تابعت الموسم الاول ولكن برضو على السريع وبكذا برأي انا عن نفسي يا اخواني المتابعين يا عزيزي المتابعين انا عن نفسي لما يجي واحد يقول لي اوه الفصل القادم من ونبيس قوي ولا الفصل زبالة ما اعتبره حرق فلذلك عادي بالعكس حمسني ولا حبطني فنايا انا بشوف وبحكم بنفسي الموسم الثاني الموسم الثاني من فيلند ساقه اروع مرآت عيني واحدة من اروع مرآت عيني الله الموسم الثاني من فيلند ساقه الموسم الاول ما يستطيع منافسته يا شيخ من عيب تقارن الموسم الثاني بالاول والله العظيم علما انه الاول عظيم الاول عظيم ما ننكر الله عليك الثاني تقييمي لها عشرة من عشرة ولا حلقة ولا حلقة ما استمتعت لايف ريأكشنات كلها تجهد عليه كل حلقة كنت أتابع وأنا بكل شغف وإذا خلصت الحلقة أبود يموت يا سلام الموسم الثاني رائع أتوقع أن يحقق أنيمي السنة أتوقع هو في الأنميات تتحقق بالطريقة هذه بالمواسم عادي يجبون عادي نايمي السنة صراحة ما أنا مهتم بالجوائز وأنا فقدت الاهتمام في الجوائز من سنة 2004 2016 بعد ما لينار ديكابري أخذ الأوسكار الأولى له سحبت على الأوسكار ترقب أعظم حفل جوائز حفل جوائز محمد أودن يالله يا كريم الموسم الثاني شفت الأول اللي جيبت فيه بندريتا وجيبت أبو ربيع أو الشباب حليه والله بإذن الله يعني أنت الحين قلت لي أنه فيلند ساق الموسم الثاني عشرة على عشرة وقفل الموضوع ولا فيها نقاش كل حلقة استمتعت فيها كل لحظة الله عليك الله عليك ترى شيف أنا ما أدرش ذوقك بس أنا ما عندي مشكلة إذا كان الرتم بطيء ولكنه يقدم أشياء قوية أنا ما عندي مشكلة لا تكلمني عن الرتم البطيء وإحنا متابعين ونبيس وإحنا متابعين مونستر ما عليك الرتم البطيء هذا صار هنا لا ما يوصل لبطء مونستر لكنه ممكن الحمد لله أنه مونستر أنا استمتعت فيه برضه طيب محمد بعطيك كده على السريع الأنيميات اللي عندي في الجدول وبس قل لي واحد منها تشوف أنه يعني يعني بيكون مرة حاجة من وجهة نظرك طبعا في النهاية بس برضه بشوف في إيش أكثر شيء أنت تتوقع أني بستمتع فيه تمام؟ خلي ديما نسأل أخر ليفنلند ساقة بنبدأ من بعدها في عندي براسايت جميل وعندي مان هو سولو ليفلينك جميل وعندي ريزيرو جميل وعندي أنيمي اسمه شارلوت جميل كايجي بلاك كلوفر وساماران كينج فيلوت إيفرغاردن أيوه مورياتي وكونن طيب أبي أخرج خارج الصندوق لأنه توقع في ناس كثيرين نتوقع وش بقول لكن أبقول أكثر إنيمي راح تستمتع فيه وراح يفاجئك راح يكون كايجي الله كايجي من أروع مرأة عيني ومن أكثر الأعمال اللي أتمنى يطلع أعمال مشابهة لها أو أعمال حتى قريبة لها أو يطلع له جزء جديد كايجي تجربة لأن أنساها الكلام ذا قالوا لي محمد النعامي قبل كم شهر قل لي كايجي يحط أول واحد في اللستة عندك قلت له موجود في اللستة بسول واحد ثاني واحد هذا أمر ثاني وإنت ذا حين جيت صبيت فوق النار قاز يا سلام عليك كايجي كايجي 52 حلقة بس خسارة 52 حلقة كل حلقة رح رح تكون مسك راسك تدري واحدة من الإشياء اللي زعلتني على كوت قياس القصة قدي كذا ألا أني من قدي كذا يب ما ما سرجو ما تحسى أخذ راحته بالضبط هذا هو صارت حفلة يا رجال على ذا الموضوع حلو كايجي يا أخوان انتظر هذا اليوم نرجع مرة ثانية الأنيمي وانبيس هذا واحد من أكثر أسئلة اللي سألت معظم صناع المحتوى سواء في بثوث مباشرة أو في فيديوهات أو في لقاءات وجه الوجه بس بشوف رأيك فيه حلقة 1015 أو حلقة 1062 مش من ناحية الإنتاج إنما من ناحية الأحداث برضه ذكي لش كانت 1062 حق تزورو زورو كينغ زورو ذات كينغ لا لا 1015 أنا أحب الماكرونا لا لا 1015 1015 1015 إنتاجاً ولا حدثاً أشوف المكس اثنينتها أشوف كميلات البعض يعني إذا ما في إذا الحدث ضعيف الإنتاج ما رح يفرق وإذا كان الحدث خلينا خلينا طلع الإنتاج إنتاج اعتبر الإنتاج تم بنفس المستوى إيش الحدث اللي صار في 1015 1015 اللي هو دخلوا في والإضافات الجميلة في موضوع ضحكة لوفي وضحكة ذا موضوع ربط كلمات لوفي بكلمات روجر فدخول لوفي معروفة يعني لا أنا أتكلم لك طريقة الحلقة والأشياء اللي قدمت لي في ذا الحلقة طريقة لمرور لوفي إيه أنا أتكلم لك إيه أوكي لا بس أنا قسطي سكريبت الحلقة بعيدة عن إنتاجها حتى لو كان إنتاج سي سكريبت الحلقة لو قدموها بنفس أوكي إيه أه بلس لقطات الدرامية مع لوفي وكيمون ولقطة لوفي كيف ذكرياته للأحداث اللي صارت لها سابقا يب إيه سيامته صح لا ولحظة لوفي ذكريات الماضية وسدحت لكايدو لحظة القشعريرة كايزو كوني أوروانار قدامهم 2015 حلقة مهما شفتها لا زالت القشعريرة تجيني مش تقلين في 1962 1962 نقلة نوعية في الإنتاج في المعارك يعني ما بالغ إذا قلت لنا واحدة من أفضل القتالة التي شفتها اللي لم تكن الأفضل ولكن 2015 فيها من يا أخي تحسب فخر ولا صدق أحس وأنا أشوف لوفي أنا فخور بهذا الرجل بالإنجاز اللي وصلنا أنت وين كنت وين وصلت أنت ما ترى اليونيكو شيء تتسلح اليونيكو في الأرض هم الاثنين يا الله رائعة رائعة فعلا ترى ممكن إحدى الأمور أن لوفي موجود في 2015 وموجود في 1962 ترى أنا لوفي أسم موضوع لوفي أنا أشوف من ناحية حدث كقيمة حدث كأثر على القصة اللي صار في 1962 ترى عظيم أنا عارف أنا أتكلم لك زوره أسقط الذراع اليمنى لكايدو وأعلن اسمه ملك الجحيم وسو حفلة ما هي طبيعية أنا ما الناس الآن يفهموني دايما غلط لما تكلم بهذا الموضوع يقوله إيش قصدك عن 2015 تعبانا يا بوي 2015 أنا بغيت أبكي بغيت أصيح بس الفكرة لما تكلم كقيمة حدث أوكي لوفي دخل على كايدو دخلت ويقلع أمه ما أحلاه والشراع والدنيا واخترقهم وراح عند كنمن ومسكه وقال له أباك تشيل وانه على ظهرك بلا 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 أيس والحلم لوفي وربطه معه وردت فعل الطاقم وردت فعل أيامته لما سمعت الحلم حدث رائع بس قيمة الحدث على القصة إيش استفدنا من ذا كله ما صار شي شف 1062 بكل أمانة ليش أنا أقولك أنه 1015 تفرق 1015 أنا بالنسبة لي كصدمة كدخول لوفي وأنه مر من بينهم بس متوقع فاهم متوقع يا محمد لا أنا بشيك في هذه النقطة أنا أختلف معك أنا مع احترامي شديد لكينغ أنا كنت فوز زورو على كينغ كنت أمر أراه ما يحتاج جدال حتمي يعني مع احترامي زورو يوم يستخدم أشرة كان يتصافق مع كايدو يتصافق هراوي يتصافقون رجل رجل تدف دف حتى تردب ضربة هذيك وبعدها صفقها وجرحها وحتى كايدو نصدم قال هذا الجرح لن يختفي أبدا سيبقى للأبد ف زورو وقف حجمة بيغموم وكايدو أنا كمشاهد وأنا أشوف اللحظات أقول مين كينغ قدامك يا زورو بالطب صح ترى مشكلة أنا لازم أوضح نقطة زورو ما كان مشكلته أنه أضعف من كينغ مشكلة زورو إن كينغ ما كان فائد ينضرب أي ينضرب لكن ما تجيه يصابه بالضرب ما قاعد يتضرر أنا قاعد أضرب ما قاعد يتضرر متى يجيه الضرر ما كمل حلقة ما كمل حلقة شيرو حالة طول خلاص طاقب تغلق الليلة بالضبط حتى لو تحسب تقريبا ثلاثة أو أربع ضربات وبعدها استحر فهمت فزورو منذ اللحظة الأولى يقدر يفوز على كينغ بس مشكلة في صلابة كينغ فقط أنا لازم ألقى حل لصلابة كينغ مجرد لقى الحل فالطبع أن تصرب بعدها زورو فهذه الفكرة بلسن ترى زورو داخل بإصابات إصابات اللي جتها والعلاج داخل معطوب داخل ترى بمنشط بالضبط ويقولون لك هل هو حي أم لا يعني تخين زور رغم الإصابات اللي داخل فيها الرجال مع ذلك كتر يفوز فمش مشكلة بينما لوفي تدخل بين ثنين يونكو وتمر من جنبهم ولا ترهم شي والتعالي سطاقمك وبعدها تصفك كايدو لأول مرة تطلع الدم من فم كايدو وكايدو في الأرض ناظر لوفي مجنون وتيجي تقول مين أنا أنا لوفي اللي بيصير ملكي القراصنة وبيتفوق عليكم متخيل الإعلان أنت معلن قدام ثنين يونكو حلفاء يقول أنا لأنهم كانوا يقولون علمنا من أنت سدحه وقال أنا أنا لوفي اللي بيصير ملكي القراصنة وتفوق عليكم درناتكم يا رجل أنا أتكلم رحين جتني ناشوة أنا جتني ناشوة أنا أتكلم أشعريرة قسم بالله حدث جنوني يا رجل يوم صارت تريند لوفي فترة طويلة باتلة تريند يوم نزل فصل ألف فصل ألف باسم لوفي اسم لوفي كذلك؟ اسم قبعة القش الله قبعة القش لوفي لا 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 ولا لا الفصل ألف اقتبس ألف وخمسطعش بالضبط بالضبط يا ب أوكي أنا آسف ألف وخمسطعش لا لا عادي عادي بس أنا بشوف وجهة نظرك لأنه تقريبا ترى والله تصدق انت بس انت بس بس لأ بس علشان تستوعب فكرتي أنا ما زلت عند فكرة انه أوكي شفنا ارتباط حلم لوفي وروجر عرفنا الحلم؟ لا طيب لوفي دخل على كايد وبيغ ماب كلنا عارفين ان لوفي بيدخل كلنا عارفين انه بيحفل عليهم كلنا عارفين انه بيضارب بس دي الأشياء صديقني خدمها الانتاج وخلاها تطلع بمنظر جميل يا رجل في المانقة في المانقة بغي تبكي مانقة صور بغي تبكي من روعة انت ما تعرف شلون قد روعت ان لوفي سدح كايدو طلع الدم من وجهها كايدو طايح في الارض ويناظر لوفي من صدم لوفي يناظر بطرف عينه هذه نشوة هذه دقة خشم صديقني كايدو ليش لكايدو كايدو بلع لوفي الهراوة وسدحها وطلع الدم منه فهذه تعتبر واحد واحد هذه كانت تعادل في الدقائق لخير عرفت دقيقة 89 نهاية كاس العالم مسجلها لوفي بالراس هذا السيناريو بس مش بيدو حلو سوى 1015 جيد لك والله محمد طيب خليني والشي الحين أنا دوب تدري اني قاعد تابعهم بيس وانا ماني داري إيش قصة أودن لما جابوا لما جابوا اسم شخصية أودن قلت أودن هو محمد أودن نفس الاسم قالوا لي إيوه قلت تعالي محمد أودن إيش سالفت ليش حطيت أودن في اسمك طيب أول شي أنا بعد ما سافرت اليابان اكتشف شي مش اسمه أودن اسمه أودن أودن نفس الأكلة أودن 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 أو دي إي إن أودن أودن اللي هو حق الغريق ما الغريق هذا اسمه أودن أيوه أودن اللي هو صح آلهة الفايكينغ أيوه لا هذا اسمه أودن طيب بالنسبة لموضوع أودن بتستغرب من الموضوع ترى لا عادي بالأكس أنا كشخص دائما أحب أنا واثق في أودن ودائما أراهن على أودن حتى من قبل يعني تكونوا عني بطبل براحة لكم أنا عندي ثقة في هذا الرجل الرجل هذا ما أخذلني سنوات فما راح يأخذلني الحين فبعد أرك زو يوم تكلموا عن أودن وأن فيه شخص اسمه أودن هو أبو مومونسكي وأبو مومونسكي وابديش رحون لهذا التفاصيل ورح مع روجر ويعرف اللحي يوم من ذا القبيل بديت أتساءل بيني وبين نفسي إن إيش وضع هذا الرجل فبديت أبني إن الكوزوكي هذه عائلة عظيمة والرجل هذا كتب التاريخ اعترف بروجر اعترف باللحية وقتها جت لقطات من إينو آراشي تكلم يقول هذا الرجل الذي احترمها اللحية واحترمها روجر واحترمها كل ما في البحار تكلم بعدها أشرو دوجي قال إنه أيضا يمتلك هاكي ملكي كما يمتلكه أودن كنت تساءل بيني وبين نفسي قبل أن تطلع شخصية أودن تونه في لداية وانو كنت أقول مين هذا الرجل مين هذا الرجل اللي أخضع البحار حرفيا الكل يمدح الكل يحب الكل يحترم الكل فكنت أقول وبعدها جت أنا في ذيك اللحظات بديت أمدح أودن 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 فبدو الناس هذه كانت بدايتي في دخولي في السوشيال ميتيا فالناس بدت تسألي أخي وش تلي غررت في تويتر أشغل أمنا أودن أودن مسوي محنك على راسي عرفت فصاروا الناس يأخذونها ميمز علي هذا اللي أشغلنا بأودن آه آه أودن ما بعد طلع وانت تطبل أودن عمل اللي في أمها محنك أوه عرفت فصرت معروف يعني ناس ما يدرون من أنا بس يدرونني مطبل أودن عرفت فارتبط فيني الاسم ولا كان قبل اسمي محمد سينسي أوكي فمع الوقت صاروا الناس ينادوني أودن أبو أودن آه مدروش أودن يوم بديت طلع فلاش باك أودن وصاروا فيه فانز لأودن صاروا يروني أنا كالقائد عرفت أن هذا المطبل مسمال أودن فهمت فخلاص نشبت فيني اسم أودن فحطيت جنب اسمي محمد أودن على الوقت صاروا الناس سموني أبو أودن محمد أودن بس ترى بس ترى تميزت فيه ترى ترى حافية هلت نحط لوفي هلت نحط لوفي آه محمد لوفي يا لا لا أودن شخصية لازلتها شكرا ترى مميزة الاسم فعلا محمد أودن محمد أودن يعني مش اسم شخصية مرة مستهلك يعني مع أنه اسم أودن اسم بارز في الأنيمي بس مو مستهلك في السوشال ميديا فاهم تلاقي ناس تكتب اسمها وشانكس اسمها ولوفي اسمها ورورونوا اسمها ودي مدري إيش بس أودن ما توقع أنه شفت أحد غيرك حرفيا هل تعلم أن ما أتذكر قد قابل شخص في الشارع قد ناداني محمد دائما أبو أودن أبو أودن أبو أودن كلهم والله ما قد سمعت شخص يقولي هاي محمد لا ابتلعك الاسم بدل ما تبتلعه على قولة ياسر الحزيم بالضبط حال طيب طيب كويس أنك أعطيتني السيناريو هذا أنا أشوف وأشوف في سياق القصة أنا أشوف أنه كل شيء كان مبرر بشكل سليم جدا ويخدم مسار القصة ويخدم المسار اللي رسموا أودن لشخصية أودن ولكن أنا أشوف أنه أودن ما أساء لشخصية مثل ما أساء لأودن مدر رقصة كلش ليش غير الرقصة وش شيء ضيقني أول شيء عره رقصه وطبخه طرأ أودن على فكرة كان يتعره من قبل كان لقطات له كثيرة من قبل لا هو قاحي ديك بإرادته ديك بإرادته ديك بإرادته ومفزلة هو بلطجي عره رقصه طبخه وقتله في قدر مطبوخ شف بالنسبة لموضوع قتله في القدر المطبوخ هذه أصلا أنت ممكن تنصدم إذ لو روحت لليابان وتدخل الأماكن القديمة بتنصدم أنه في كل جدران في رسمة ساموراي كده وجه جدا قريب لأودن يمطبخه ولو تبحث عن هذا الساموراي بتكتشف أن هذا الساموراي تم طبخه وغليه في الزيت وهو شيء اللي ولده حتى الموت يا ساتر أي حتى الموت فهذه الشخصية اللي اقتبس منها أودن ونفس الحركات يسوي كده ونفس مسكة السيف حتى يمكنت في اليابان كنت أسول في العيال أقول لهم أقول للي دائما من يذكرك فيه هذا قلت ناظر يقول والله يشبه أودن أقول ترى هذا اللي اقتبس منها أودن الكاتب فترى صدق السيناريو هذا واقعي هذا شيء شخصية يابانية كل شيء وظفوا أودا وظفوا بس شيء مؤلم شيء مؤلم بالنسبة لي أنه شخصية أودن الرهيبة العظيمة اللي أبحر مع اللحية البيضة وراح مع روجر وقير البنقليف وشافل ونبيس وقاتل ودمر وصافق فجأة انت يا أخي شف أحس أن أودا كده عارف اللي دعس على قلبه وكتب السيناريو الشخصي يري ترى دعس على هذه الأمور أشوف أنها تخدم القصة مستقبلا يعني الإرادة اللي جت للأغماد وهذه الأمور والإرادة اللي جت اللي دعمي لأودن هذه أساسها شف أنا ما أنكر اللي سواء أودن غلط أنا ما أنكر اللي سواء أودن غلط أنه وثق في روتش وكايدو ولكن هذا رجعنا الأساس شخصية أودن أول ما بدأ فلاشباك أودن شكان يقولوا لك أودن كان يسبب فيضان للعاصمة لكن وش سبب كان الفيضان كان يبغى المزارع تجيها موية عشان يزيد حق لهم يزيد إنتاجهم فراح كان غير مسار النهر فهذا الشي سبب فيضان فغرقت العاصمة طيب يوم راح يقتل الخنزير ما لا علاقة مع ذلك نسب الموضوع النفس فكل الأمور اللي قاعد تسوي يتبين لك أن أودن شخصية طيبة لكن عنده مشكلة في عقله من الأخير وجاهل جاهل تظه يعني مندفع أكثر من اللازم أنا ترى ليش حبيت أودن أكثر لأنني أنا شوف أنه نسخة من لوفي لوفي ممكن أفضل ببعض المبادئ ولكن هو نسخة من لوفي يحب يساعد الناس يحب يختم الناس ولكن طريقة خدمتهم ساعدت للناس خلطة العافي العافي ليش أنا رضيت بالرقصة ليش أنا رضيت بالرقصة أنا شوف أن أودن سوى حركة ولا بيّنها للناس بس أنه قدمها لأجل الأشخاص اللي يحبون الشخصية يكون مبرر لهم على كأن أودن راضينا أودن كم طلع من وانو كم قاعد برا وانو خمس سنوات خمس سنوات أربع مع اللحية وسنة مع روجر أربع سنوات مع اللحية وسنة مع روجر صح ولا خمس سنوات طيب أيش صار في وانو بعد خروج أودن منقلبت هذه بداية الانهيار أيش الأشياء اللي ساعدت في الانهيار خروج أودن ما في قوة اللي خلى العجوز لا خروج أودن اللي خلى العجوز تتمثل بشكل أودن وتخدع سكوياكي صح طيب كلام جميل طيب لو كان موجود أودن في هذه اللحظة هل رح يصير كل ده هل رح يعاني الشعب للدرجة دي نعم فهم عانوا خمس سنوات لأجلة وأودن قال كلمة قال لي يوم رجعت عشان رجع زوجتي قبل لا يروحوا اللافتيل يوم رجعت عشان رجع زوجتي كنت عارف أنوانو تمر بمشكلة ضخمة وكان يشوف المصانع وشوف ملابسهم أي وكان يشوف ملابسهم ومع ذلك شو سوى قال غضيت البصر غضيت البصر ورحت وخليتهم رغم أنهم كانوا يقولون أودن أنقذنا أودن أودن كان يترجونا لغمات ومع ذلك تجاه لهم ليش لأجل مصلحة نفسه فهو شرى نفسه على الدولة فمن الحاكم اللي يبيع شعب عشان مصلحة نفسه فأودا استقصد يا أودن أنت بعت شعبك فشعبك رح يبيعك فاطلعوا أهل نفسك وش أكثر شيء يحبه الساموراي أو وش أكثر شيء أغلى شيء مثلك الساموراي كرامته شرفه شرفه وكرامته فأودا استقصد أنت بعت شعبك فرح أخليك تخسر أكثر شيء أنت تحبه أو أكثر شيء أنت تعزه كرامتك ومبادئك فخلاه يرقص في الشوارع وخلى شعبه ينبذه زي ما نبذ شعبه لأجل لافتين وعاش هذه المعانات فأودا استقصد أن الخمس سنوات وبالملي خمس سنوات يردها خمس سنوات بخمس سنوات هذه بالنسبة لي الناس يرونها شيء مضحك أنا بالنسبة لي أنا أشوفش قد أودا عقله فنان فنان الرجل فنان يعرف ش يقدم لأنه مش منطقي أنك أنت بعتني برخيص وخمس سنين خليتني ألحس زفلت لحس تذبحوا هلهم نسجنوا تخلوا في المصانع إجبارا عشت كل دل خمس سنوات عشان تطلع وترقص مع اللحية وتستانس وتذكر وتغني أقايب قنب مع روجر واللحية أنا عشت لهانة عشانك فأقل شيء تقدمه أنك تهان وتندل وعلى قولتهم تضحي عشان هذا الرد اللي سوها هذا الكلام اللي قلت لك في بداية السؤال قلت لك كل شيء مبرر وبطريقة جدا رائعة من أودا بس حسيت كده أنه بالغ في قسوة على الشخصية لا والله ما بالغ والله أنه يستاهل أودا عادي سوها لأن أودا لو ما طلع من العاصمة باستمرت إلى الآن لا طبيعة لا ذهب لا محاصيل لا مياه لا أي شيء بلد تدمر كليا بسبب خمس سنوات بالضبط بسبب خمس سنوات فكر في نفسه أودن فيها كلام جميل كلام جميل لهذا أنت أنت رائع يا أودن حبيبي والله شيء بسيط منك يا قلبي حبيبي حبيبي طيب يا أخوان في هذه اللحظة بالضبط يفترض بيطلع لكم الخط الأحمر بيقول لكم أحى حرق بدأنا حرق بسم الله إن شاء الله تستمتع بالساعة اللي فاتت وانبسطت بالسوليف اللي ما فيها حرق إن شاء الله وبنبدأ الآن موضوع الحرق إن شاء الله ما بنطول يا محمد إلا لو زانت الجلسة يعني وما درين على أنفسنا أبرك الساعة يا قلبي الله يسعدك حرق مانقا ثري تو وان حرق أنتهى لا تقول لي بعدين يا وجي والله سكمت بالغلط لقيت نفسي في الحرق مشكلتك عادي أخي تصدق أغلفت المانقا لما أجل أسوي مراجعة للفصل أحط صورة لوفي صورة من من أرك سكايبيا بس علشان كذا أحط أي سيف آه أحرق عليك يا شيخ حرقت علينا جاني تبلد من ذا الموضوع جاني تبلد يعني إيش تبغاني أحط صورة ما أنا لا حطت صورة من الفصل ولا كتبت لك عنونا الفصل ومع ذلك صرت أحط رقم الفصل خلاص للأسف والله صار يجيني تبلد من الموضوع صرت بدون مبالغة أروح للمصمم اللي عندي حق الثامنيل هو ما يتابع ما نقوم بيس أول شي وقل له أمسك حط أي صورة أنت بغاها كأن على أي شي هو مش متابع للعمل ولا يعرف شي حط أي صورة أنت بغاها بس عشان لا يقوله محمد أنت حركت علينا فهو يحط أي شيء من كيسا أيوه حيل طيب كلنا عارفين يا عزيزي محمد أودن يا أبو أودن ومستقبلا أبو لوفي ربما هل تشوف أنه عودة كايدو والبيقمام واردة ولا خلاص لا انتهوا تماما تماما لا بيقمام لا كايدو تماما انتهوا أنا عارف أن النهاية غير مرضية أنا عارف أن النهاية غير مرضية قل لي ليش ولكن أنا أشوف أن القصة خلاص بدت تتوجه لأساسيات ثانية القصة ما عاد تستحمل وجود كايدو كايدو قوي جدا وجود كايدو والبيقمام قوة قوة كبيرة راح تغير موازين كثيرة قوة مزعجة الان في مشكلة مع احنا بدأنا نشوف قوة امسامة وبدأنا نمسك روسنا باقي قوة تيتش نمسك روسنا وحنا في الساقة الاخير كايدو لو يرجع يحتاج ارك الحالة يطاق الحالة احنا شفنا كم شخص تقاتل ضد كايدو هل تعتقد لو رجع كايدو بيرجع كايدو اللي نعرف ما اتمنى هذا الشيء ما اتمنى رجعته لو كايدو بيرجع بيرجع على ظهور الجوي بوي بيرجع على كل اهدافه انتهت معاد فيه هذه النقطة ان الرجل اول شي القصة معا تخدمه قوته راح تخرب ام الموازين راح تدمر كل شيء تكلم عن قوة عظمى لا يمكن وصفه الى يومك هذا الناس مبراضي بهزيمة كايدو بسبب قوة الجنونية يعني تخيل انه هزم 12 شخص وهزم فتن نبوه اربع مرات لا بس مبررة ترى هزيمة كايدو مبررة بشكل حلو انا عارف بس انا اقول لك انه حتى الان في ناس مش راضية فكيف انت يا كاتب ترجع هل تدري تصريح اودا شو كان يقول كان يقول ان لوفي الان امامه كايدو انا ما ادري كيف راح اقنع المشاهد ان لوفي يستطيع هزيمة كايدو بقبضته يعني اودا بحد ذاته كان شايل هم كايدو كيف الشخصية العظيمة ذي اللي قدمتها تقديم اسطوري وعطيتها قوة ومبادئ وحكمة في اللسان وكل شيء تسقط في النهاية على اننا احنا كمتابعين عارفين انه حيسقط حيسقط بس كيف الطريقة اللي بيسقط فيها هناك اودا راح قال لك يا ابويا خليني اكده استنزف واستنزف وعساس يكون خسر بسبب انه تعب خلاص شايل جزيرة وطاير حتى انا حسيت ان في لحظات ان اودا كان شايل هم الجماهير لانه لو تترجع للمانقة انا ترى بين فترة وفترة عيد معركة كايدو لانه لا معزة خاصة في قلبي غير اني شاري مجلداتها اصلا فاودا كان يكرر كثير ان كايدو مرهق كايدو مرهق كايدو فجأة يطيح كايدو فجأة يستند على هراوته كايدو يحاول يا الله يوقف كايدو يترنح فالكاتب كان يكثر منها كأنما يقول يا مشاهد ركز ترى كايدو بدا يودع كايدو بدا يتعب ايوة كل هذا كان قبل القير الخامس بعد القير الخامس يوم لو في طاح ورجع تحول كايدو طاح ترى على ركبة فجيينلك ان الشباب مودعين مودعين كليا فالكاتب استخدم موضوع الاستنزاف ان كايدو كان جدا مرهق هذا اللي خلا يعني كايدو سبب خسارته بالنسبة لي هو كايدو نفسه يعني كايدو لو قتل كل من امامه كايدو لو ما كان ورعي يقول يلا ضربوني ويرونيش عندكم كايدو لو كان يتفادى الضربات كم ما حد قدر يفز عليه انا هذي وجهة نظري كايدو هو سبب خسارة نفسه كبرياءه كبرياءه ونرجسيته في ذاته هي كانت سبب سقوطه مصبوطة تفق معاك مئة بالمئة وفضلا عن ذا كله يعني زي ما اودا فعلا انت قلت الكلام ذا انه اودا تقول انه كان متورط كيف كيف اقنع المشاهد فاودا حط شوية ايش ميزات للكايدو يعني كايدو شاي الجزيرة كايدو قاعد يضارب له مدري كم يوم وليلة يضارب سكران وسكرات وصاحي ومضروب دابج مع الغماد وفضارب مع كايد مع كيد السوبر نوفا ووووو وذا كله وشاي الجزيرة ايوة ومع بنته وترى على الفكرة لو ترجع في لحظة اذا كايدو خلص قتال ترى كان يرجع يكمل قتال يعني يوم طير لوفي برا الجزيرة رجع دول مومونسكي يوم ستدح لوفي ومات نزل عندهم في القاعة الرئيسية فكايدو حتى اذا خلص من اللي قدامه يروح يدور غيره عرفت اللي نيكست يلا من بعده ميبنى من الذين مستمتع مستمتع يا رجل كايدو كذا يعني بقدر متعة كايدو في القتالات كنا احنا نستمتع انا هذي واحدة من الاشياء اللي خلتني افتقد كايدو قتالات كايدو ممتعة جدا يعني ما ادري كيف بنلاقي قتالات ممتعة زي كذا بعد كذا يا رجل انا انا بعد ما خلص كايدو كنت دايما اقولها ولازلت اقولها هل تيتش عند القدرة رح يقدم لنا النشوة اللي قدمها كايدو انا ما هتوقع شر خبث طغيان وما ادري ايش بس ما في كايدو اخر لن يصنع التاريخ كايدو اخر ترى انا ترى على فكرة هوسي بلوفي اشوف نفس الشي يطبق على هوسي بكايدو ترى درت اليابان بدون مبالغة اللي كان يتابع بسناب يومين كاملة كنت بس ادور في الشوارع واخد كاس واخد قطارات ادور بس مجسم كايدو لقيت اثنين شرعتهم كلهم الله عليك فترى نمو هو سعيدهم في كايدو استاهل استاهل كايدو والله يستاهل شخصية رائعة غير كذا اود اعطاه ترى اعطاه يعني اعطاه اهمية قد تكون اهم حاجة في القصة ايقظ الجوي بوي صدق كايدو بالنسبة لي هو اهم فيلن تطلع في ونبيس بلا مقارنة يعني خسر بس انه هو اللي ايقظ الجوي بوي لو لا كايدو لما شفنا القيرة الخامس اصلا كايدو كان يعني حتى مع احترامي بعد ما شغل لو في القيرة الخامس لحظات كانت الكفر كايدو يعني كايدو لحظات جتني لحظات افكر انه هل الربوء رح تتكنسل ولا لا ترى خبز خبز لوفي بالقيرة الخامس ورجع لوفي هو كانت مشكلته يقول انه ليش اذا ضربتك انت عندك ايقاظ براميسيا وفي نفس الوقت عندك ايقاظ زون فمشكلة كايدو انه كان محتار من لوفي ايه وكمان فاكهة يعني لو انه كان يعني عنده كذا دراسة للفاكهة ممكن فعلا كان بيقدر ياكل وياخذ معه بس ابتلش ترى تورط شوي يمسك ينقز فيه شوي يطلع فوق ينزلي كبير شوي يغيب بين السحب وتنزلي رجل كبيرة انصرع كايدو غير انه مستنزف زي ما قلنا فاجات كلها ثنين في واحد سو عودت كايدو بالنسبة لك كنوب بتوليش قلو اما ان لقت المكالم نيترنت فصل عند محمد وما راح يرجع لبعد 24 و 48 ساعة وجدول محمد وجدول الامانة متضاربين وحنا يلا لقينا وقت نصور في هذا الوقت فراح يكون فيه جزء ثاني بإذن الله نكمل فيها الحوارات والسؤالي فهذه يعطيكم العافية ومشاهدة كان معاكم الوجيه ومحمد اودن شوفكم في الفيديو القادم